تساعدت نبرة الاحتجاج من قبل مزارعين مغاربة على قرار السلطات الجزائرية بطردهم من أراضي وادي العرجة الغنية بزراعة النخيل والذي بررته بضرورة تأمين حدودها ضد عصابات تهريب المخدرات القرار الذي وصفه أهل مدينة فقيق الحدودية بالمسيس يقف حائلا دون مزاولتهم نشاط زراعة النخيل في الوادي الذي يشكل مورد رزقهم الوحيد أزمة معيشية يواجهها المزارعون المغاربة من أهالي مدينة فيجيغ الذين يتعيشون على زراعة النخيل في منطقة وادي العرجة على الحدود بين الجزائر والمغرب السلطات الجزائرية التي سمحت على مضار أجيال للمزارعين بالعبور إلى الوادي الواقع ضمن حدودها أمرت بطردهم ما أصبح يشكل تهديدا لمورد رزقهم الوحيد المتمثل في زراعة النخيل وبيع التمور الواحة قديمة للغاية إنها تمثل قلب المدينة فعمرها يعود إلى أربعمائة عام وقد زرعها أجدادنا الذين كانوا شديد الارتباط بهذه الأرض قرار الطرد دفع نحو أربعة ألاف من سكان مدينة فيجيغ إلى الاحتجاج عبر مسيرات غاضبة تطالب بحقهم في العودة لمزوالة نشاطهم في زراعة النخيل وجني التمور بوادي العرجة بعد أن تقطعت أمامهم سبول الرزق السلطات الجزائرية التي تحركت بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الموقع بين البلدين في عام 1972 والتي يحق لها بمقتضاها استرجاع أراضيها بررت قرارها بدواع أمنية تستوجب حتمية إغلاق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات القرار الذي وصفه المزارعون بالمسيس يأتي على خلفية ما وصفه مراقبون بتصاعد نبرة الخلاف بين الرباط والجزائر لا سيما بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأحقية المغرب في ضم أراضي الصحراء الغربية والتي تدعم الجزائر حقها في الاستقلال وبين حقوق المزارعين وطعون المشرعين يظل السؤال عالقا حول مصير عشرات الأسر التي صارت بين ليلة وضحاها بلا مورد رزق بانتظار مقاربة دبلوماسية أو تشريع قانوني يتيح لها الفرصة لكسب العيش على مشارف المنطقة الحدودية